السلام عليكم ورحمة الله. يا رب تكونوا بخير جميعا. انا حرد لبعض الاسئلة علشان انا مش عارف اعمل بس مباشرة جماعة. ماشي? اول سؤال جاني زي سافر الارجنتين. شفت الصحبي. سافر الارجنتين تأشير سياحية او تأشيرة دراسة او دعوة من شخص. ماشي يكون موجود في الارجنتين. معه جنسي او معه قامت دايما. وكان في زمان برنامج للسوريين. كان فيه التأشيرة الانسانية للسوريين يا جماعة ولكن اتلغت يا جماعة. تم الايقاف العمل بها. السؤال التالي برضو جاني هل فيه عمل في الارجنتين? انا يا جماعة قلت الف مرة. امريكا الجنوبية بلاد هجرة واستثمار. ليست بلاد عمل يا جماعة. ولكن في شغل. ولكن مش زي اوروبا يا جماعة. يعني مش زي اوروبا تخيلتك ان انت مسلا هتيجي وهتعمل فلوس وحتوفر والكلام دوا. مستحيل. امريكا الجنوبية بلاد فقيرة. ليست العمل والرواتب يا جماعة. لبعد المسافة. وغلاء ده سكر الطيران. يعني مش ينفع انك تيجي وتروح وانت يجي زي الخليج. لا 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 لا. ماشي يا صاحبي والراتب ولا يلي. الرواتب يا دوب على تقضي الحياة بتاعتك والمعيشة بتاعتك. بلاد امريكا الجنوبية بلاد مشاريع واستثمار. عاوز تفتح مشروع? ماشي ربنا هيكرمك. لكن تشتغل بالراتب? لا. برضو جاني يا سئلة جماعة عن اسعار السيارات. في فيديو اسعار السيارات يا صاحبي خشوا فيه. فيه سؤال بيتكرر كتير برضو. ايه ما هو سعر الدولار. انا بخش جوجل بلا يا سعر وانت بتقول السعر. ايوة يا صاحبي. ملكش دعوة بجوجل. ملكش دعوة بجوجل يا صاحبي. السعر على ارض الواقع مختلف عن جوجل. ماشي فيه سودا موجودة في الارجنتين وفي دول امريكا الجنوبية كلها. شارع اسمه شارع الكامبيون. كامبيون يعني غير عملة. فالسعر عن جوجل مختلف جدا يا صاحبي. نهائيا. عن ارض الواقع سعر وعن جوجل سعر. وبرضو فيه سؤال مهم جدا يا جماعة. طيب لو انا تاجر يا صاحبي يعاوز احاول دولارات للارجنتين. ماشي انك تخجش تغير. لكن تحاولات بنكية بسعر البنك. كلام اكيد. انا يا جماعة. ايه هي افضل مقاطعة اني عيش فيه وابتدي حياتي فيه. انا واولادي واسرتي. شوف يا صاحبي. انا هجيب لك الخلاصة. لو انت شخص واحد وعاوز تعيش. عيش في العاصمة. ماشي. ابدع على الريف وابدع على المقاطعة التانية. لو انت معاك واسرتك واهلك. روح اي مقاطعة ريفية. هترتاح جدا. اسعار رخيصة. اجارات رخيصة. تبدأ تفتح مشروع صغير فيها وتعيش. لكن العاصمة الكبيرة محتاجة هامور يا صاحبي. هوامير. عارف يعني ايه هوامير? يعني مشاريع ضخمة. اصحاب الروس الضخمة. يقدر يعيش ويتأقلم فيها يا صاحبي. هو واسرتك. برضو السؤال اللي جاني يا صاحبي ايه معدل المصروف الشهري? يا صاحبي المصروف الشهري بيختلف من فرد او اسرة. يعني انت لو معاك لو عايش بنفسك شخص واحد صريفة بتختلف عما يكون معاك اسرتك. ماشي يا صاحبي? ولكن انا حاولك معدل المصاريف. يعني انت لو شخص بنفسك تلتمية دولار يعيشوك ملك. حقيقي. في الوقت الحالي مع 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 تعاومي العملة. تعيش ملك يا صاحبي بتلتمية دولار. تسكن وتاكل وتشرب وتاكل كلهم لحمة وسمك وفراخ. وتعيش ملك بتلتمية دولار. في الوقت الحالي يا جماعة. انا بكلمك في الفيديو في التاريخ الفيديو. ماشي لان لانت عاومي العملة. ولكن لو معاك عيلتك يا صاحبي تلتمية دولار ما يكفوكش. حسب افراد اسرتك. حسب افراد اسرتك. يعني تلتمية دولار ما يكفوكش. لو معاك عيلتك. حسب مصاريفك برضو عتعيش على قدك. انت انسان مسرف. انت انسان بتحب الرفعية. بتحب تتفسع. بتحب تروح اي مكان. ولا انت انسان يعني عايش حياتك البسيطة العادية. حولك الخلاصة. ولكن بتاريخ النهار دي. بتاريخ الفيديو دون يا صاحبي. عشان اللي شوف الفيديو بعد شهر بعد شهرين لا تاريخ الفيديو دوا لو معك واسرتك واهلك ستمائة دولار تعيش ملك بتاريخ اليوم ليه تعيش ملك بستمائة دولار تعاويم العملة يا صاحبي تعاويم العملة الان الدولار بيفرق معاك ماشي يا كبير برضو سؤال بيجيني ازاي يلاقي الشغل وازاي يستقر في البلد يا صاحبي ما دورش على الشغل امريكا الجنوبية الارجنتيه البرازيل اتشيلي بلاد مشاريع واستثمارات يا جماعة ليست بلاد عمل انا قلت مليون مرة ما تحاولش تدور على الشغل يا صاحبي امريكا الجنوبية بلاد مشاريع فكر زي تفتح مشروع ما تفكرش ازاي تقول انا راح ادور على الشغل ماشي يا صاحبي امريكا الجنوبية بلاد مشاريع والمهم جدا دايما بتسئله يا جماعة ايه اسعار الشواء والفلل والبيوت بص يا صاحبي الاسعار بتختلف من السنتر عن الاطراف عن الارياف تختلف اختلاف كله ولكن بنسبالك انت كتخش البلد ومعاك دولارت بتغير السعر بنسبالك انت ترخيص يعني فيلا اللي من دول قلتلك فيلا بمسبح خمسمائة دولار هتسدقني في الشهر فيلا ضخمة مع مسبح مع خمسمائة دولار عاوز غرفة لوحدك مثلا تلاقي غرفة بمئتين دولار كشخص اعاوز شقة مثلا انت واسرتك خمسمائة دولار تلاقي شقة حلوة ماشي في الاقاليم ولكن في العاصمة الارجنتينية سعار اغلى من كده بكتير يا جماعة لسعار غالية جدا في العاصمة الارجنتينية طيب بالنسبة لاجار الشقة يا جماعة هنا مش زي مصر تروح فيتأجر وبتاع لا 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 هنا بالشروط لازم تجيب شخصين من دولة الارجنتين ضامن لك ويكونوا موظفين وبياخد رواتب شوف عشان تأجر بيت ايوه عشان تأجر بيت وفي بعض الناس بتطلب ست شهور او خمس شهور كضامن يعني انت بتدفع شهر شهر بقولك هات خمس شهور يعني سبير عنده عشان لو ها يتراع عليك الفلوس بعض الناس بتعمل كده ولكن العمومية عمومة الناس لما تجد تأجر بيت بيحتاج شخصين ارجنتينيين يضمنوك صاحبي بياخدوا صورة الهوية بتاعتهم ماشي وصيرت معرف الراتب بتاعهم وتتأجر بقى براحتك ولكن بعض الاجارات ما بتحتاجش حاجة خالص بمعنى تتأجر في بيت عيلة يا صاحبي تاخد لك غرفة في بيت عيلة ولكن بتكون مشترك معاهم في المطبخ وفي الحمام وكله ليك غرفة من فصلة داخل البيت فيه ده ما بحتاجش ضامن ولا حاجة خالص بتروح تعيش معاهم مع الاسرة في البيت على طول لما تأخر عليكم ما تلوش انا موجود يا صاحبي ولكن دي بتبقى ظروف الشغل يعني جاي من الشغل دلوقتي عملتلكوا فيديو هون اشتركوا في القناة يا جماعة وادعمني باللايك وشير وانشروا الفيديو